وفق روسيا الأدلة المتعلقة بإدانة إيران غير كافية ماذا ستفعل بريطانيا لإثبات ذلك سيد سامويل فديلة شكرا لإستضافتكم ومرة ثانية في سكاية العربية علينا أن ننظر إلى أسس وراء هذا الكرار هذا المشروع هذا المسود الذي الحكومة البريطانية ترهتها أمام المجلس الأمن المتحدة هذا كرار وهذا المشروع يشير إلى الحقائق في الأرض الواقية خاصة في أمامنا العربية السعودية عندما الأبرياء المواتنين الأبرياء آنوا تحت ظروف قاسية تحت تحديد من الهوثيين مع تغدير مع دعم من الإيرانيين بإطلاق الصواريخ على شوارع الرياض والشعب السعودي يستحك الحماية في نفس الوقت في نفس السبيل في نفس الشكل مثل اليمنيين العاديين يستحكوا السلام والاستقرار لكننا الآن أمام حائط مسدود تبنيه موسكو يعني كما تقول الأدلة واضحة ولكن هناك إنكار على الدور الإيراني في تسليح الحوثيين برأيك التصويت على القرار الروسي هل يخدم مسعاكم بشكل أو بآخر سيد سامول هل يخدم مسع بريطانيا في منع تسليح الحوثيين تشير إلى التصويت على القرار الروسي الأفعال الروسية في المجلس الأمن الممتحدة القرار الروسي باستخدام حق فيتو أمس وأكيد عندهم حق فيتو لكن الشعب السعودي والشعب اليمني يستحك هماية الأبرياء ولذلك علينا أن ننظر إلى الرغبة السياسية الروسية وراء هذا القرار علينا أن نتسأل من يحمهون الروس الأبرياء أو الإيرانيين لأن هذا القرار كان متوازن متوازن ولذلك علينا أن نتسأل ما هي الأحطاف السياسية لهم الروس هل لديك سيد سامويل أي تفاصيل حول الإجراءات التي قالت نيكي هيلي بأن الولايات المتحدة ستتخذها ولن يستطيع الروس منعها تجاه إيران هل لديك أي فكرة ما عندي فكرة متقدمة عن هذا موضوع لأن أنا لست ناتق بإسم الأمريكي لكن كبريطانيون متوطرين عن مستقبل المجلس الأمن المهم المتحدة وأيضا صدقية ومستقية المهم المتحدة لأن هذا ليس في مسالح روس كأضاء دائمين في المجلس الأمن الأمم المتحدة لي ينظر تدهور صدقية الأمم المتحدة ولما هم يستخدموا هذا الحق في حالات عندما توجر إجماع عند الأضاء الآخرين هذا ينخفض صدقية مجلس الأمن الأمم المتحدة ماذا بعد هذه الخطوة سيد سامويل بعد استعمال الفيتو ما الذي يمكن أن تقدم عليه بريطانيا من أجل إثبات مسعاها فعلا في منع إيران من تسليح الحوثيين الذين يطلقون هذه الصواريخ على جيرانهم أسس ناحجنا أسس طريقتنا في الحكومة البطنية ستستمر أولا ضغط على كل الأطراف بأودة إلى تولة المفاوضات لأن لا يوجد حل أسكري لهذا سراء اليمن ونعرف اليمنيين واليمن بعنب من تاريخنا وأيضا من الجاليات اليمنية التي تسكن في بريطانيا ما زالت ولا يوجد حل أسكري لهذا السراء لكن ثانيا نريد أن نرى دعم من ونبني الدعم في المجتمع الدولي لاستعادة الحكومة الشرعية اليمنية إلى سنة لأن هذو هذين عرضوا للآلم أن هم لا يستحقوا حق الحكم من الآن